للجميع أنا وجهت أوامر قيادة عمليات بغداد أن تحمي المتظاهرين قلت لهم واجبكم تحمون المتظاهرين تحافظون على سلميتهم على أمنهم لهم حق مطالب تستمعون إذا أكون دوائرنا تروح تسمع شنو مطالب نستجيب لها هذا حق مشروع وشفته أنتم في مرحلة من المراحل قبل سنتين كانت يومية مظاهرات في كل مكان في المحافظات ومع ذلك قواتنا الأمنية الحمد لله حمتهم علاقات طيبة وياهم حق التظاهر أن المواطن يعبر عن رأيها حتى تزمعها وهذا ما بيشي هذا حق مشروع وإحنا إن شاء الله شفته ما اعتبر عيب على القائد أو على الحكومة أن تستمع المواطنيها وتستجيب هذا مو بالعكس هذا مدع بل واجب أن يعتبره واجب أن الإنسان مسؤول في أي موقع أن يستمر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن نعم هسا المواطنين قد يطلبون طلبات متعددة وبعض الأحيان تعرف أنت شايفين مظاهرات عدة بعض المطالب بعضها قد ضد الأخرى يعني هذا يطلب زيادة هنا هذا يطلب زيادة بنوع آخر وهكذا نحاول لهذا الإنسان في موقع المسؤولية يستمع ويحاول ينظم لأن لا تستطيع أن تحقق كل الأمور دفعة واحدة نجب أن تكون هناك إدارة جيدة تحدد الأولويات نقولكم هذا وإحنا بصراحة بلغت كل المسؤولين وأرفض أي مسؤول يجيكم يطيكم وعد كاذب أنا رفضت قلت لهم يطي وعد كاذب يمكن صارت في بعض الحيان وما رضيت عنهم قلت لهم أنا ما أرضى هذا عنه يجب اللي نقدر نسويه نقولكم هذا نقدر نسويه بهذا وهذا نقولكم لا يأخذ وقت أطول لأن راد له فلان إمكانات بفلان قضية يعني ما تقدر تحققها لا أسلم ترجمة نانسي قنقر